اهلا بكم هذا برنامجكم 90 دقيقة من قناة المحور وانا معكم محمد الباز لما نقرأ النهاردة خبر من الاخبار المهمة او الاولى خلال اليوم وهو الخبر الذي جاء بيه بيان وزارة الداخلية عن تصفية 9 من عناصر الجماعات الارهابية في وكر جبلي باحدى المناطق المهجورة على طريق سيود سهاج السحراوي بيعني دائرة الغنائي لما نقرأ الخبر ده مفروض ما نتعاملش معاه على انها مجرد عملية من العمليات التي تقوم بها الشرطة لمواجهة الجماعات الارهابية او لتوجيه ضربات استباقية لهذه الجماعات ممكن دي صور من مكان او موقع العملية اللي نفذتها قوات الشرطة مستهدفة تسعة من العناصر الارهابية ليه بقول ما ينفعش نتعامل مع الخبر على انه خبر عادي يعني المعلومات الاولى اللي توفرت لدى جهاز الامن الوطني قالت انه في مجموعة من العناصر الارهابية موجودين في كهف جبلي في احدى الاماكن المهجورة على طريق الاسيود سهاج الصحراوي الغربي في دائرة الغناء وانه هذه المجموعة بتخطط لتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف بها منشآت الدولة الحيوي معتاد او معتاد معتاد يبقى فيه معلومات عن مجموعة ارهابية والمعلومات دي تتوفر للامن الوطني الامن الوطني يحصل او ينسق مع نيابة امن الدولة العليا ويحصل على التصريح لمدهمة هذا الوقر الارهابي واثناء يعني المدهمة بدأ الارهابين باطلاق النار فتم تصفيد تسع نصر حتى الوقت عادي اه عادي بس اللي مش عادي وانه لازم نحط هذه الحادثة او هذه الوقع او هذه العملية في اطارها لو تفتكروا ان انا قلت لحضراتكم اجماعة انه الامن الوطني والدخلية بيقوموا بعملية تمشيط وبيقوموا بيعني رصد معلوماتي دقيق لانه في احتمالية انه تبقى في مجموعات ارهابية تحاول تنفيذ عمليات انتقامية ثقرية بعد القبض على هشام عشماوي في ليبي قلنا الجملة دي كده واحنا بنتكلم على هشام عشماوي لما اريت الخبر ده لما بصيت في تفاصيله لقيت لا انا مش مجرد يعني مش مجرد عملية نوعية او مجرد عملية بتقوم بيها القوات الشرطة لا ده احنا فيه هنا نوع من اجهاض استباقي لعملية ارهابية كبرى كانت هتقوم او هتنفذ والعناصر الارهابية دي اللي كانت هتقوم بيها فيعني من حقهم رجالة الامن الوطني وقوات الشرطة توجيه التحية لانه العمليات الاستباقية بتفرق كتير جدا في مواجهتنا للارهاب واعتقد انه هذه الاستراتيجية اللي وزارة الداخلية يعني اتبعتها منذ شهور ان احنا ما نستناش لما العملية تحصل وبعدين نتتبع احنا اثار ما نرتكبوها لا نعمل عمليات استباقية بحيث نمنع العمليات من المنبع اشتركوا في القناة